الحكومة السورية ومعظم الفصائل المسلحة توافقوا على وقف إطلاق النار خلال إجازة عيد الأطحى وذلك حسب ما أعلن المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في القاهرة إلا أن وزارة الخارجية السورية عادت وأكدت أنها سوف تتخذ قرارها النهائي بهذا الشأن غدا الخميس وأن المقترح لا يزال قيد البحث إذا نجحت هذه المبادرة المتواضعة نأمل أن نتمكن من البناء عليها من أجل الحديث عن وقف إطلاق النار يكون جزء من عملية سياسية متكاملة ميدانيا تحدثت الأنباء عن قصف جوي على معارة النعمان وقرى قريبة بعد سيطرة المقاتلين على هذه البلدة الواقع على الطريق الرئيسي الرابط بين شمال وجنوب البلاد ومسار الإمدادات الرئيسي للجيش كما أعلن عن مقتل عشرة أشخاص بعد قصف استهدف مسجد بلال في معارة النعمان بمحافظة إدلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر